استمراراً للاحتفالات باليوم المرأة العالمية للمرأة كرمت مجلة مال وأعمال نخبة من الرياديات وسيدات الأعمال الأردنيات والملهمات من ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن حفل تكريمي احتفى بمنجزاتهن ونجاحاتهن في المجتمع لا يقتصر تكريم المرأة على يوم واحد فهي رمز العطاء والإنجاز والتحديات والنجاحات على مدار العام والأزمنة فما تكريمها إلا تكريماً معنوياً يدخل الفرحة لقلبها ويخبرها بأنها موجودة حاضرة وغائبة ببصمتها الواضحة في المجتمع جنباً إلى جنب الرجل الذي مات وان يوماً عن دعم المرأة في شتى الميادين وهذا القصص التي سمعناها قبل قليل قصص كفاح لأشخاص الأقدار جعلت منهم أن يكونوا من ذوي الاحتياجات الخاصة لكن كان الإصرار للوصول إلى النجاح كان إصرار عظيم في هذه الفعالية كانت وجود سيدات متميزات من ذوي الاحتياجات الخاصة أديش عندهم القدرة على التحدي لكل نصاعب خصوصاً نظرة المجتمع لهم بدلها عندنا شغلة نظرة المجتمع للذوي الاحتياجات الخاصة سعبة شوية وخلال حفل التكريم تحدثت بفخر مجموعة من السيدات عن قصص نجاحهن والتحديات والصعوبات التي مررنا بها حتى وصلنا لمرحلة التكريم على تعابهن وجهدهن الذي لن يتوقف عند هذه النقطة أنا داعمي لهم ومن المهم ورسالتنا عبر التلفزيون الأردني بوجهها أنه يتم تدمج هؤلاء السيدات بالمجتمع وإحنا داعمات لهم لأنه عندنا قصص نجاح زي ما سمعتي نزهة جداً جميلة وبحكي لكل امرأة كل عام وأنتم بألف خير صور والشواهد كثيرة في المجتمع لدينا أستاذة جامعية ضريرة لدينا أستاذة جامعية على المقات المتحرك الكرسي المتحرك لا شيء يعيق المرأة أبداً تستطيع أن تنحت في الصخر لتغريف من البحر قدم القائمون على الحفل دروع التكريم للملهمات من ذوي الاحتياجات الخاصة وسيدات الأعمال والإعلاميات والسيدات من القطاعات كافة للمرأة يوم تحجزه في الثامن من آذار من كل عام لكنها تحجز مكانتها في القلوب على مدار أيام العام بعطائها وإنجازاتها وتضحياتها ودعمها لنفسها من جهة ولرفيق داربها الرجل من جهة أخرى للتلفزيون الأردني نزا سوالقة عمان